سبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقسي هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سينة وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وفيه كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال الصعيد كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحد الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وفي فرص لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ الأمية وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك يا فرح 80 عن حالة التقصي النهاردة هل في انخفاض في درجات الحرارة الأمطار اللي هتكون خفيفة فين والمتوسطة فين بالسألة وإحنا اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل المتأخروي الصباح الباكر الصغرى بتنخفض خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى بتوصل 10 و11 درجة مقاوية فإحنا خلال فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر بنحس بي الأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة خاصة كمان في مناطق من شمال السعيد المدن الجديدة وصلتين مناطق دين درجات الحرارة فيها بتنخفض خلال فترات الليل أقل من 10 درجات فإحنا مهم جدا ناخد بالنا من الانقفاض الملحوظ في درجات الحرارة فترات الليل لكن مع سطوع أشعة الشمس وخلال فترات النهار الأجواء مستقرة تماما في زيادة الفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار الأجواء بتكون أجواء لطيفة على أغلب المناطق الشمالية سواحل الشمالية محافظات الواجه البحري القاهرة الكبرى أيضا حتى محافظات شمال السعيد أجواء معتدلة ودافية على جنوب السعيد وجنوب سيناء ده قلنا فترة النهار وخلال فترات النهار العظم على القاهرة الكبرى بكون ما بين 19 وال20 درجة مقوية خلال فترة النهار أجواء شتوية بالإضافة كمان إن احنا فيه تأثير لمنخطة جوي في طبقات الجو العليا تأثيره الكبير والوضح بيكون على المناطق السحلية خاصة السواحل الشمالية الغربية بعض المناطق من شمال الواجه البحري فاليوم هيكون فيه فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة يعني ممكن تبقى خفيفة وتزيد كميتها إلى المتوسطة في بعض الأماكن من مطروح العالمين الأسكندرية بعض المناطق كمان من شمال الواجه البحري زي البحيرة كفر الشيخ قد تمتد الأمطار كمان لبعض المناطق من جنوب الواجه البحري أمطار خفيفة في بعض المناطق من المناطق الغربية الشرقية فرص الأمطار في المناطق الداخلية نسبة الحدوث ضعيفة جدا وكمان أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأمشطة اليومية مجمل أمطار اليوم بيكون بشكل متقطع بسبب طبعا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يمكن بدأ بالفعل الآن على محافظة الأسكندرية سقوط أمطار خفيفة بالإضافة كمان أن احنا متوقع استمرار تكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى السواحل الشمالية مدن القناة محافظات شمال السعيد شبورة مائية كثيفة يعني هتعمل انخفاض في الرؤية الأطيقية بشكل كبير فاحنا مهم ننسح كل قائد المركبات والمسافرين على الطرق أثناء تكون الشبورة المائية فترات الصباح الباكر أو فترات الليل المتأخرة القيادة بدء تام نتبع كافة التعليمات المرور نشغل كشفات الشبورة الموجودة في السيارات مهم كمان ناخد بنا من انخفاض درجات الحرارة فترات الليل فاحنا بنتدي ملابس شتوية فترة النهار وفترة الليل تكون ملابس شتوية صقيلة طبعا مهم جدا نتابع نشرات الجوية بصورة يومية يمكن الحمد لله الأجواء دي شبه المستقرة مكملة معنا على مدار الـ 72 ساعة القادمة وهتكمل كمان معنا في أعياد راس السنة فكل سنة وحضراتكم طيبين ناخد بنا بس من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل فشكرك في نهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي تعالوا انتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدأ بالقاهرة للعظمة فيها 20 والصغرى 11 العاصمة الإدارية 19-12 اسكندرية 20-13 العالمين الجديدة 19-12 مطروح 19-14 دميات 20-13 بورسعيد 20-13 الإسماعيلية 21-12 السويس العظمة فيها 20 والصغرى 11 العريش 18-12 كاترين 14-4 طابة 18-12 حلايب 22-16 شلاتين 25-14 شرم الشيخ 23-15 الغردقة 22-14 الفيوم العظمة فيها 20 والصغرى 9 بني سويف 20-9 الوادي الجديد 22-9 السيوت 20-6 سوهاج 21-8 قنة 22-9 لقصر 23-9 وأخيراً أصوان العظمة فيها 23 والصغرى 10 ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان عرفنا حالة الطقس النهاردة عاملة زي نلبس طول اليوم في دوم تقيلة وبالليل نتقيلها أكتر شوية خلوا بالكوا في شابورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والسحلية نراعي المسافات بين العربيات والتانية ونلتزم بتعليمات المررية عشان توصلوا أشغالكم بيوتكم بألف سلامة ونرجع مرة تانية لأحمد وجمان نكمل معهم باقي فقراتنا